السلام عليكم يا شابه نريد أن نتكلم عن تجربة الشكر المزدود بيسموه الشقايع على اسم العالم الزيقين الذين درسوا مستوى الكامب بشكل عام لحظوا أشياء غريبة في العالم يعني أن الجزيئات في المستوى ده بتاخد أشكال مختلفة على سبيل المثال لحظوا العلماء في التجربة دي الفطونات بتتصرف كجسيمات وكأموال كالكلاب انك بتتصرف كإنسان صلب لما صديقك يبص لك لما يلف وشه تتحول لغاز العلماء حطوا لوخ في شقين بشكل موازي وفي خلف اللوخ ده حقط اطلقوا شعاع ضوئي في الشقين لشان يشوفوا الشكل النهائي اللي هيظهر على الحقط من المعلوم تقليديا اضمن الضوء لو موجة اللي هيظهر على الحيطة اللي هو نموذج الحيوط طبعا اتكلمنا عنه قبل كده يعني هتشوف الضوء عبارة عن خطوط على الحقط لو اي حد جربها هتظهر نفس النتيلة لكن لورائبنا الجسيمات هي ما بتتصرفش بالشكل ده وضع مراكب للفطونات دي في تجربة الشق المزدودة من خلال الشقين للحقط مشكلة متطابقين بالشكل مع الشقين بالتالي طبعا الضوء عبارة عن جسيمات برده ليه ما بيظهرش النمط ده بدل ما بيظهر لنا الحيوط بالفعل بيحصل بس لو احنا اللي عايزينه يعمل كده بالنظر مثلا من دون مراكبة الضوء بتازى الشقين في نفس الوقت لكن بالنظر ليه على ان جسيم هو وضع مراكب ليه ماهو سيعبر فقط من احد الشقين فبالتالي لو احنا عايزينه يتصرف على ان جسيم فلازم نحط له مراكب ونحط له جهاز قرياس لشان نعرف فطونات الضوء هتعدي من ان يشق فيهم زي الكاميرا وانتقدت صورة لكل فطونة عند مرورهم من احد الشقين الفطون مش هيعرف يمر من الشقين في نفس الوقت معنى اصح مش هينفع يكون موجة داخل الموجي ده مش هيظهر على الحيطة اللي هيظهر لنا خطين يعني الضوء هيتصرف كجسيمات لو حطنا له مراكب لو حطنا له كاميرا يعني لو عملنا تغيير في طبيعته الفيزيائية ووضع حاجة لقياسة او المراكبته ده يسمى بتأثير المراكب الصفة المصدوجة للضوء بين ان هو جسيم وموجة الكلام ده كان في بداية القرن العشرين قبل ما العالم الفرنسي دي برولي اكتشاف الصفة نفسها عند الالكترون اكتشاف ده على فكرة هو خد فيه جايزة نوبل بالاضافة اللي احنا ذكرناه ففي العديد من التفسيرات التانية تجربة دي صحك انا بالنظر فيها لو اردت الغوص في ميتانيك الكم بس وشكرا خلصت حلقة المرضى يا رب تكون عجبتكم يا ريت ما تنسوش الدعم السلام عليكم اللي احمر هو دميه واللي سويد هو هميه والله بيد هو مزق اختلاف الوان قرأنا يا اميه اللي احمر هو دميه واللي سويد هو هميه اسمع عالمك يعني مضشك على عدوك مش عالمك اشتركوا في القناة